لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حدتها كجيحة كورونا وطغير المناخ وأمن الغزاء وتفشي النزاعات المسلحة دولياً وإقليمياً والتي ألقت بزلالها على البشرية بأكملها ومن بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد وأفاق تسوياتها إن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة وكانت دوما خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مصار السلام فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته وفردته وحفزته وحملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة وبأن العالم يتسع للجميع وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر وقبوله فلم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية صحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية العائلة من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث أو فاقد للأمل في غد أفضل لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهكت شعوب المنطقة واستنفذت مواردها وثرواتها في غير محلها وأتاحت المجال لبعض القوة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها والعبس بمقدراتها ومصير أجيالها من خلال استدعاء نزعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية لا غالب فيها ولا مغلوب ومما أدى لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة وأن على دعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة وأن يدركوا بشكل لا لفس فيه أنه لا تهون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل واسمحوا لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم مقاربة شاملة تتضمن خمس محاور للتحرف القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدفنا المنشودة سوى بمنطقة أكثر استقراراً والزهاراً أولاً لعلكم تتفقون معي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع عزمات الماضي الممتدة ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم أو تلك المستمرة ما قبل ذلك لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعات الشرعية الدولية ذات السلة وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعاً جديداً لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية ويعدد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من أفاق وتجسده من أمال ومن هنا فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة ليس فقط لإحياء مصار عملية السلام بل لنصل به هذه المرة إلى حل النهائيين لا رجعت فيه يكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة ترقیق Jupiter لعليم شكراً في المنطقة شكراً في المنطقة جديداً لأنها السلام تترجمانة وتترجمانة اشتركوا في القناة